ومن أهم الثوابت في حياتنا ثابت مهمة أو أو أوي علمونا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هو تجليس اللي احنا نتكلم عنه من أهم ثوابت حياتنا اللي ابتدى يخف عندنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وده من أهم الثوابت اللي في حياتنا المصريين طول عمرهم عايشين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة انهم بيقولوا اسم النبي حرصك وصينك لما حد يحصل له حاجة تخوفه معنى ده ان المصريين كانوا بيعيشوا ويدخلوا في أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وده ما كانش إلا جزء من الاتزان النفس اللي عند المصريين والصلابة النفسية وعمره ما كان من عقلات الخرافة بل كان من تمام تحقق المصريين بالإيمان بالله ورسوله كانوا يشعروا شعور عميق جدا في داخلهم يصل إلى عمق قلوبهم إنهم في أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانش ده إلا لتعظيمهم للجناب رسول الله وللجناب المحمدي بيبيع وأمي صلى الله عليه وسلم هل خف حب رسول الله في قلوب الناس الوقت إحنا عندنا جيش من الزعلانين من ربنا وجيش من الزعيمين من ربنا لإنهم فقدوا الرموز فلازم يقول لهم إن ده أحد النتائج الطبيعية لفهمين مخطئين لفهم الأولاني إن احنا تعاملنا مع رسول الله على إنه رمز لهذا الدين رسول الله مش رمز رسول الله حقيقة هذا الدين وهو أحد رقني الشهادة فكان حب رسول الله ضابط اجتماعي في حياتنا فكان لما تبقى مثلا في خناف الشوارع البلطجية تخنقوا البلطجية تخنقوا كانت الخنافة بتقف ازاي إن واحد يقوم في العركة وفي الخنافة يقول ايه صلى عن نبي فالدنيا تهدى فكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة الناس ركن للانضباط الذاتي وركن للانضباط المجتمعي لكن ربنا ابتلانا ببلوة عظيمة في الأيام اللي احنا عايشينها دي ربنا يصبرنا عليها ونقدر نقاومها ونقدر نغيرها بلوة ايه؟ التدين الكمي هذا التدين الكمي أهم حاجة كانت عند التدين الكمي ده إنه يقوم بتخفيف حب رسول الله في قلوب الناس وقلوب المصريين فجوم الناس دول وبدأوا يتعاملوا مع رسول الله بغرض واحد ايه هو؟ بغرض إنهم يقللوا حب رسول الله في قلوب الناس ومن بيقولوش كده بس هم محتاجين سلطة محتاجين إنه لما يجيوا يتعاملوا مع التدين المصريين ويتعاملوا مع الناس محتاجين سلطة وهم شايفين ان السلطة كلها ناحية رسول الله فكان عندهم مشكلة ان يفضل فعنهم ان رسول الله مازال حيا بيننا وهم عايزين يقوموا ويكون لهم مكانة وكأنها مكانة مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اللي يحصل فلازم نحسس الناس ان الرسول اللي انتقل ووجوده في حياتنا هو وجود سنته بعد كده ننجي نتكلم على سنته بعد كده نفسرها زي ما احنا عايزين او ببساطة خالص نقول ان سنته مصطحيح حدث النبي قال لنا ما من احد ان يسلم علي إلا ورد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام تعالوا احنا وقعدين وبنتكلم عن رسول الله دلوقتي نقول السلام عليك يا رسول الله تعالوا دلوقتي نستحضر ونسمع بقلوبنا رد رسول الله علينا السلام ولذلك كان مشايخنا واحنا صغيرين وكان اهلنا واحنا صغيرين يعلمونا حاجة مهمة قوي ان قلبك مش هيكون قلبي سليم إلا اذا سلمت على رسول الله فسمعت رد سلامه بقلبك طيب اذا سلمت على رسول الله وكأن ما فيش حاجة حصلت انت قلبك في حاجة وعشان كده بيقول الامام الحافظ ابن حجر شرح البخاري وهو بيشرح في حديث ما من احد يسلم علي إلا ورد الله علي روحي ان بهذا الحديث علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته متجددة لانه لا تخلو طرفة عين او نفس إلا وهناك من يصلي على رسول الله فترد عليه روحه فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان القلوب ولذلك رسول الله ثابت من ثوابت قلوب المسلمين فتعلمنا وإحنا صغيرين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاب بيننا وبين سوء الأخلاق فكان حب رسول الله اكبر حاجة بتربينا فاتخلينا محترمين وزيك ممكن أي حد ييجي عشان يخلينا محترمين يقول لنا الكلام ده إيه اللي حاصل يقول لنا ما ينفعش تكونوا انتو بتعمل كده وانت من أتباع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فكان واحد يتأدب والناس جملة الناس وهم لما لقوا الناس بيبيعوا ويشتروا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاسحابنا التعددين الكامي دولا لما لقوا الناس بيقولوا دي بخمسة بالصلاة على النبي ده أبيعلك ده بالصلاة على النبي فما عجبهمش الكلام ده فقالوا بيدعا وبدأ الناس يتوقف على ان يمتد حب رسول الله في حياتهم في أركان حياتهم لدرجة انهم حبوا كمان يخففوا كمان من سلطة حضرة النبي عشان يكملوا هم حضرة النبي يقول للناس دعوني ما تركتكم فإنما أهلك الذين كانوا قبلكم كثرتوا سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فهو ييجي وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما حذرنا أن احنا نتكلم في اللي هو ما تكلمش فيه فييجي يقول لك مسألة عجيبة أوه يقول لك ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بيدع وحاولوا انهم يشعرون ان العلاقة اللي بيننا وبين رسول الله هي علاقة بالكلمات فأرادوا انه هو يختفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا فحصلت مصيبة عظيمة ان الناس عاشوا في الحياة بدون سند عاشوا من غير ظهر في كثير من الأحيين عاشوا من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كانت الصلاة يقول لك صلي على الحبيب قلبك يطيب فكانت الناس بتعيش مع حضة النبي طول الوقت فكانوا بيقولوا للناس بلاش تعظموا رسول الله ليه يا سيدي أصننتوا لو أصننتوا رسول الله نخاف عليكم من الشرك فمين الشيطان من الشيطان اللي قال للناس ان حب رسول الله ممكن ينازع الوحدانية مين اللي حط رسول الله قدام الله أكيد واحد قلبه مش عمران بمعرفة لا معرفة الله ولا معرفة رسول الله ولا بيحب رسول الله الحب الصادق الحقيقي لأن رسول الله قال اللهم لا تجعل قبري وسنًا يعبد بعدي ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الشرك أخش عليكم وولأ لنا كده لا يؤمنوا أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فذلك الناس يتعاملوا مع الحياة بغير حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاد هم كانوا عايزين يعملوا إيه بقى عايز كل واحد فيهم يبقى مكان رسول الله فيفهم مولاده وأهل بيته أنه هو ببعض المظاهر اللي هو بيعملها وكأنه هو السورة سورة رسول الله والله إنت لسورة رسول الله ولا فكرة إيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم طول ما أنت بتعمل الجريمة دي